من هنا فيما سمي جبال الفرقة الرابعة ينطلق الموت في رحلة الثواني المعدودة قبل أن يصل إلى معظمية الشام حاملا معه كل أصناف العذاب والدمار الذي أحال المعظمية إلى ساحة ترابه ولكنه مبلل باللون الأحمر من جراح المدنيين وجثثهم التي بلغت العشرات نتيجة قذائف المدافع الله أكبر حال اشتركت فيها معظم مدن الريف الدمشقي من دومة وحرستة وببيلة وسقبة والزبداني وحمورية وبيت سحم ورنكوس والاقطيفة التي خسرت ستة من أبنائها شهداء تحت سياط التعذيب في الجانب الآخر من الصورة يتمكن الجيش الحر من إيقاع عشرات القتلى والجرحة في صفوف قوات النظام وشبيحة لواء أبي الفضل العباس وميليشيا حزب الله في بلدتي عقرب والزمانية بالتزامن مع نشوء حركة تمرد داخلية في صفوف شبيحة مدينة جرمانة على إيقاع خلافات داخلية تتعلق بالزعامات وبالمكاسب وفي أقدم عواصم الدنيا دمشق تلتهم نيران مدافع النظام منازل الدمشقيين العريقة كما في حي جوبر وكذلك الأمر في مخيم اليرموك لكنها لا تفعل كذلك في عزائمهم كما في حي برزة وتشرين الساخنين والذين تسيل فيهما دماء شبيحة النظام وميليشيا حزب الله بغزارة مرة في اشتباكات وجها لوجه وأخرى بالقنص عن بعد وفي نهاية يوم ثوري طويل وفي كنف ثورة الشعب السوري تنتعش حرية شقيقه الفلسطيني فيخرج ليصدح بأناشيده التراثية وسط أجواء الحرية وإن كانت تحت القصف والنيران والحرائق أورينت نيوز جهاد عدلة